منذ إنشائها عام 1963-1900 أخذت المؤسسة الألمانية للتنمية D.A.D. على عاتقها مسؤولية مساعدة شعوب دول العالم النامي من خلال تحسين ظروف معيشتها مفهوم التعاون التنموي بالنسبة للمؤسسة الألمانية للتنمية هو عبارة عن جهود شركة تقوم المؤسسة الألمانية للتنمية D.A.D. بتجنيد كوادر مؤهلة وصاحبة خبرة طويلة للعمل مع شركائها المحليين لتعزيز مهارتهم الفنية والإدارية وتفعيل المشاركة المجتمعية وعن طريق ذلك يتسنى لأخيسائي المؤسسة الفرصة للحصول على مهارات إضافية والتعرف أكثر على حضارات أخرى والتكييف معها حالياً يعمل أكثر من 950 عامل تنمية تابعين للمؤسسة الألمانية للتنمية في أكثر من 40 دولة حول العالم تقع دولة اليمن في شبه الجزيرة العربية تحدها المملكة العربية السعودية من الشمال وسلطنة عمان من الشرق أكبر موانئها البحرية هو مدينة عدن ذات الموقع الاستراتيجي على مضيق باب المندب أحد أهم منافذ الشحن التجاري البحري التي تربط بين البحر الأحمر وقناة السويس بالمحيط الهندي أكثر من 45% من سكان اليمن الذين يبلغون 20 مليون نسمة تقل أعمارهم عن 14 سنة كما أن نمو سكاني متسارع يتجاوز نسبة 3% سنوياً كل هذا يشكل ضغطاً هائلاً على الموارد الشحيحة للبلاد كما أن الموارد النفطية ستنفذ خلال السنوات القليلة القادمة بخزون المياه الجوفية يتناقص باستمرار نتيجة للاستهلاك زراعي إن تحديات الرئيس القادمة لليمن تتمثل فيه تحديث الاقتصاد لمواجهة تحديات السوق والتجارة العالمية ولخلق فرص عمل للأجيال القادمة تعميم نظام التعليم تطوير القطاع الصحي البدء باستخدام أنظمة إدارة الموارد المائية ترشيد استخدام المياه وحاربة الفساد وتفعيل ورفع كفاءة موظفي القطاع العام تساهم المؤسسة الألمانية للتنمية دي اي دي بشكل فاعل مع المنظمات الألمانية الأخرى مثل كي اف دابليو جي تي زيد سيم انوينت في جهود الحكومة اليمنية من أجل مواجهة التحديات التي ذكرت تركز المنظمات الألمانية على أربع قطاعات ذات أولوية وهي المياه الصحة التنمية الاقتصادية والتعليم الأساسي وتعتبر قضايا تعزيز دول المرأة وتفعيل مشاركة المجتمع ومحاربة الفقر إطاعات مستعرضة تدخل ضمن إطار أي من القطاعات ذات الأولوية الأربعة السابقة يبلغ عدد عاملي التنمية المتواجدين في اليمن حوالي 30 شخص ويعمل بعضهم في المشاريع الممولة مالياً من قبل المنظمات الألمانية الأخرى مما يخلق تناغماً مشتركاً لجميع الجهود الألمانية التنموية في اليمن التعاون بين المؤسسة الألمانية للتنمية دي اي دي وشركائها المحليين بدأ في اليمن في عام 79 تسعمائة وألف واستمر من ذلك الوقت في التطور حتى يومنا هذا في مجال تنمية الاقتصادية وخلق فلص العمل تساهم المؤسسة الألمانية للتنمية دي اي دي بشكل نشط في دعم معاهد ومراكز التعليم الفني لتطوير كفاءة المدرسين والتعريف بميادين جديدة للتعليم وتحسين دورات التدريب القصيرة للقطاع الخاص بالإضافة إلى ذلك تقوم المؤسسة الألمانية للتنمية دي اي دي بدعم وتطوير أداء الجمعيات المهنية والحرافية من أجل مساعدتهم على تقديم خدمات أفضل لمنتسبيها تركيز المؤسسة الألمانية للتنمية دي اي دي في القطاع الصحي يتمثل في تحسين تدريب القابلات والممرضات بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات المخبرية المقدمة للمؤسسات الصحية أنشطة المؤسسة الألمانية للتنمية دي اي دي في قطاع المياه ما زالت في طور التوسع ويأتي هذا استجابة إلى حاجة البلاد الملحة في هذا المجال مبالغ مالية كبيرة تم تخصيصها من قبل الجي تي زيد والكي اف دابليو لهذا القطاع الهم السيد مارتين زايفرت المتخصص في مجال المياه والصرف الصحي والذي يعمل في مدينة شبام حضرموت يقوم بدعم الأهالي المحليين في تحديث أنظمة المياه وصرف الصحي لهذه المدينة التاريخية إن تطوير مهارات فني المياه المحليين من خلال التدريب النظامي داخل المعاهد الفنية ومن خلال الدورات القصيرة هو أحد أهم الأنشطة المركزية للمؤسسة الألمانية للتنمية في اليمن السيد توم لايرمان مهندس معمري يعمل في مشروع مشترك بين المؤسسة الألمانية للتنمية دي اي دي ومكتب التعاون الفني الألماني جي تي زيد يهدف المشروع إلى المحافظة على مدينة شبام التاريخية يقول السيد توم لايرمان بأن أحد أهدافه هو مساعدة السكان المحليين لترميم وحماية مساكنهم التاريخية باستخدام طرق أكثر ديمونة وبهذه الطريقة فإن المشروع يهدف إلى المحافظة على التقنيات التقليدية المستعملة عن طريق الحرفيين التقليديين وفي نفس الوقت الأخذ في عين الاعتبار حاجيات سكان في القرن الواحد وعشرين يهدف المشروع أيضا إلى محاولة إيجاد فرص عمل للسكان المدينة وإحدى هذه الفرص على سبيل المثال هي قطاع السياحة كما أن ذلك يساعد على خلق جسر من التواصل بين الأصالة والمعاصرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر